تواصل مصر جهودها لدخول المساعدات الإنسانية والإغاثية لقطاع غزة عبر بوابة معبر رفح التي لم تغلق يوما واحدا أمام دخول المساعدات واستقبال الجرحة والمصابين ولمزيد من المتابع ينضم إلينا مباشرة من العريش مراسل التلفزيون المصري محمود جميل محمود بعد التحية أطلعنا على الجديد لديك في معبر رفح نعم بعد التحية كما تحدثت جهود مصرية مستمرة وبوابة معبر رفح لم تغلق يوما واحدا لكن بالحديث عن مدينة العريش ومن هنا البداية نتحدث عن الزيارة التي كانت اليوم للقنصل الإيطالي واستقبله محافظ شمال سيناء تم تأكيد على الجهود المصرية المبذولة تجاه الأشقاء الفلسطينيين وتقديم كل الدعم والتواصل مع الأطقم الطبية الموجودة في ميناء العريش في المستشفى الإيطالي الموجودة على متن السفينة الإيطالية الموجودة وبدوره يوجه القنصل الإيطالي الشكر لمصر على كل هذه الجهود في أيضا استقبال الرعاية الإيطاليين وتقديم كل الدعم للأطباء الموجودين في المستشفى الإيطالي وأكد على استمرار التعاون والتنسيق بين مصر وإيطاليا في استقبال الجرحة والمصابين في المستشفى العائم الإيطالية في ميناء العريش أيضا بالحديث عن مدينة العريش وعن مطار العريش اليوم استقبل طائرة كويتية على مسنها عشرة أطنان من المواد الجذائية وأيضا المستلزمات الطبية بالإضافة إلى طائرة باكستانية على مسنها 73 طن من الأدوات الطبية والمواد الجذائية مقدمة من منظمة اليونسيف كل هذه الطائرات يتم تفريغ حمولة الأطنان وحملها على الشاحنات التابعة لجمعية الهلال الأحمر المصري ثم إرسالها إلى معبر رفح لدخولها إلى قطاع غزة نتحدث اليوم أيضا عن أن معبر رفح كانت هناك حركة من الشاحنات نتحدث عن دخول 45 شاحنة تابعة للمملكة العربية السعودية توجهوا بالفعل إلى قطاع غزة محملين بعدد من المواد الجذائية والمستلزمات الطبية بالإضافة إلى الشاحنات الأخرى التي دخلت نتحدث عن دخول 140 شاحنة إلى منفذ كرم أبو سالم بالإضافة إلى 113 شاحنة إلى منفذ العوجة كل هذه الشاحنات توجهت للإخضاع لعملية التفتيش من الجانب الإسرائيلي لكن هناك عدد آخر من الشاحنات نتحدث عن 120 شاحنة وصلوا بالفعل إلى الجانب الفلسطيني بالإضافة إلى استقبال المرأة المعبر للجرحة والمصابين خاصة الأطفال نتحدث اليوم عن وصول 31 مصاب بالإضافة إلى 63 مرافقة لهؤلاء المصابين معظم هؤلاء المصابين من الأطفال بالإضافة إلى استمرار مصر لاستقبال الأطفال الخدج خاصة بالأمس كان هناك استقبال عدد من هؤلاء الأطفال يضاف إلى عشرات الأطفال الخدج الذين استقبلتهم مصر منذ بداية الأزمة هذا بالإضافة إلى أننا كنا نتابع اليوم أيضا في مدينة العريش الخدمات المقدمة للمرافقين الفلسطينيين والعالقين أيضا والمصابين في عمرات السبيل وهذه هي الوحدات السكنية التي خصصتها محافظة شمال سيناء للمرافقين والعالقين نتحدث عن عمرتين تم تسكين ما يقرب من 600 شخص في هذه العمرات ويقدم لهم كل الوجبات الجذائية اليومية بالإضافة إلى الخدمات الصحية وأيضا حالات الدعم النفسي لهؤلاء المصابين والعالقين وعندما تحدثنا مع بعض من أهالي غزة هناك توجهوا كل الشكر والتقدير للحكومة المصرية على كل الدعم المقدم لهم بداية من استقبالهم من معبر رفح وصولا إلى تقديم الخدمات المختلفة لهم وتتواصل هذه الخدمات تنفيذا لتوجهات القيادة السياسية بدعم كل الأشقاء الفلسطينيين صحيح أشكرك شكرا جزيلا مرسل التلفزيون المصري محمود جميل كنت معنا مباشرة من العريش